الكونفيدرالية الإفريقية لكرة اليد برمج التاريخ البطولة الإفريقية في نفس تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط إنها فضيحة بعدما رفضت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط قلة الاحترام من قبل الكونفيدرالية الإفريقية لكرة اليد التي قررت إجراء كأس أمم إفريقيا في نفس تاريخ الألعاب المتوسطية نهاية شهر جوان المقبل وبعدما رفض الاتحاد الدولي لللعبة مطالب هيئة دافيد تيزانو بالتدخل لإيجاد حلول ها هي لجنة الدولية تفكر في إلغاء الكرة الصغيرة من منافسة ألحاب البحر الأبيض المتوسط لجنة الدولية للألعاب البحر الأبيض المتوسط تصلت بالاتحاد الدولي لللعبة تحت رئاسة سيد حسن مصطفى وطلبوا منهم تغيير التاريخ واحترام تاريخ الألعاب البحر الأبيض المتوسط الرد تعل الاتحاد الدولي لكرة اليد كان سلبي هذا الاقتراح هذا جاي من طرف اللجنة الدولية للألعاب البحر المتوسط نلغي اللعبة من برنامج التبعة 19 ولأن كرة اليد من أهم الرياضة في العالم فإن غيابها عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط سيكون ضربة مجيعة للاتحاد الدولي لكرة اليد والكونفيدراليا الإفريقية لللعبة وهو الأمر الذي يستدعي من الهيئتين التدخل لإيجاد حل استعجالي يخدم اليد الإفريقية والدولية لا طبعا هيبقى في مشكلة لسه بس دكتور حسن أنا هشوف الدكتور حسن إن شاء الله الإسبوع القادم ويس هقوله على الموضوع ده لسه فيه مشاورات إن هم يعملوا بطولة أفريقيا في وقت تاني غير الوقت بتاع البطولة البحر الأبيض لا كل ده لازم أبقى يعد مع أريموه أريموه هو المشكلة فهما إزاي؟ فهو الاتحاد المصري بعت لأريموه كل الاتحادات بعت لأريموه فيه بنجوميل هناك وفيه الرجل الرئيس الاتحاد التونسي وفيه عضو مجلس إدارة من الاتحاد المصري كلهم في البطولة بيكلموا أريموه على البطولة بتاعة أفريقيا إزاي تبقى في البحر الأبيض المتوسط إسرار المغربي على إجراء البطولة الإفريقية لكرة اليد في مناطق محتلة أجل تاريخ المنافسة وتواطؤ الكنفدرالية الإفريقية التي اختارت نفس تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر لتنظيم كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عوض تغيير مكان إجرائها بالعيون المحتلة هي مؤامرة واضحة تخاطو من البعض لضرب اليد الجزائرية التي كانت ولا تزال قوة ضاربة في إفريقيا ترجمة نانسي قنقر